وللمزيد حول الجدول الزمني لانتخابات الرئاسة تطلعنا عليها الزميلة حكمة عبد الحميد تحية طيبة العملية الانتخابية تبدأ بدعوة الهيئة الوطنية للانتخابات المواطنين للاقتراع في الانتخابات الرئاسية يعقبها إعلان الجدول الزمني الذي أعدته لسير العملية الانتخابية يشمل الفترات الزمانية اللازمة لكل خطوة من خطوة الترشح مروراً بضوابط الدعاية الانتخابية انتهاءاً بإجراء الانتخابات وإعلان اسم المرشح الفائز كانت أولى خطوة العملية الانتخابية قد انطلقت يوم الاثنين الموافق 25 سبتمبر 2023 حيث قامت هيئة الانتخابات بدعوة الناخبين وإعلان الجدول الزمني لانتخابات الرئاسة 2024 تأتي الخطوة التالية بتخصيص هيئة الانتخابات الفترة ما بين الخامس من أكتوبر حتى العاشر من أكتوبر 2023 لتلقي طلبات الترشح يومياً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساءاً باستثناء اليوم الأخير الذي انتهى العمل فيه الساعة الثانية زهرة يوم السادس عشر من أكتوبر 2023 شهد إعلان ونشر القائمة المبدئية لأسماء طالب الترشح وأعداد المزكين والمؤيدين لكل منهم ذلك بصحيفتي الأخبار والجمهورية لتخصص الهيئة بعد ذلك السابع عشر والثامن عشر من أكتوبر لتلقي اعتراضات طالبي الترشح الخطوة الأهم في سير العملية الانتخابية كانت في الثاني والعشرين من أكتوبر 2023 ذلك بقبول طلبات الترشح المقدمة من كل من السادة عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي ومحمد فريد سعد زهران وعبد السند حسن محمد يمامة وحازم محمد سليمان محمد عمر ذلك بعد استفاء طلبات الترشح الأربعة للشروط والإجراءات لتأخذنا الخطوة السابقة لمرحلة تخصيص الرموز الانتخابية للمرشحين التي تمت في الثامن من نوفمبر 2023 حيث وافق مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات على تخصيص رمز النجمة للمرشح عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي ورمز الشمس له وللمرشح محمد فريد سعد زهران رمز النخلة للمرشح عبد السند حسن محمد يمامة ورمز السلم للمرشح حازم محمد سليمان محمد عمر في التاسع من نوفمبر بدأ سباق الانتخابات فعليا على أرض الواقع فقد بدأت الحملات الانتخابية للمرشحين الأربعة في الداخل والخارج وتوقفت في الخارج بفترة الصمت الانتخابي قبل انطلاق الاقتراع بيومين ليتوافد مصري الخارج على لجاني الاقتراع في 137 صفارة وقنسلية في 121 دولة حول العالم في الأول من ديسمبر ولمدة ثلاثة أيام لاختيار اسم الرئيس الجديد بينما خصص يوم الثامن من ديسمبر لبدء الصمت الدعائي داخل مصر تم تخصيص أيام العاشر والحد عشر والثاني عشر من ديسمبر للانتخابات بالداخل من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساءا بينما خصص يوم الثالث عشر من ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وتسليم المحاضر للجان العامة وقرارات اللجان العامة بشأن الاعتراضات وجميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع كذلك إعلان الحصر العددي للأصوات يوم الرابع عشر من ديسمبر موعد تلقي الهيئة الوطنية للانتخابات الطعون في قرارات اللجان العامة فيما يتم البت في الطعون في اليومين التاليين ليتم أعلان النتيجة ونشرها بالجريدة الرسمية يوم الثامن عشر من ديسمبر عشرين ثلاثة وعشرين في حالة وجود جولة إعادة فقد خصصت الهيئة الوطنية للانتخابات أيام الخامس والسادس والسابع من يناير عشرين أربع وعشرين لإجراء الانتخابات في الخارج فيما تتم انتخابات الإعادة في الداخل أيام الثامن والتاسع والعاشر من يناير عشرين أربع وعشرين وإعلان نتيجة الانتخابات النهائية ونشرها بالجريدة الرسمية في موعد أقصى السادس عشر من يناير عشرين أربع وعشرين وكعهد الوطن بهم يرسم المصريون ملامح المستقبل بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية من خلال الاختيار بين أربعة مرشحين في منافسة شريفة من أجل خدمة الوطن والمواطنة المصرية ساعين إلى حياة أفضل للجميع